اشتركوا في القناة مفصل عن كل عملية انتخابية خلال أجل أقصاه 45 يوماً من الإعلان الرسمي عن نتائج نهائية تلقي شكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والفصل فيها تشكيلتها على المستوى المركزي تتكون من رئيس مكتب ومجلس ينشئ مجلس سلطة المستقلة فروعاً على مستوى كل ولاية وفي الخارج تتشكل المندوبيات الولائية من 3 إلى 15 عضواً أهم شروط الترشح لعضوية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكفاءة والخبرة والاستقلالية عدم الانخراط في الأحزاب السياسية منذ خمس سنوات على الأقل ألا يكون شاغلاً وظيفة عليا في الدولة ينتخب رئيس السلطة المستقلة من طرف أعضاء مجلس السلطة بأغلبية الأصوات في حال تساوي الأصوات يفوز المترشح الأصغر سناً لا يمكن لعضو من السلطة أن يترشح للانتخابات خلال عهدته ألا يبدي أي عضو من السلطة تحيزاً علنياً لمرشح ما يمارس عضو السلطة المستقلة مهامه لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد يتم التجديد نصفي لأعضاء المجلس كل ثلاث سنوات عن طريق القرعة الأحكام المالية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للسلطة المستقلة ميزانية تسيير خاصة بها تتولى إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتمادها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصالح المعنية يوكل تسيير الأموال إلى عون محاسب يعين وفقاً للتشريع المعمول به تخضع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالية لمراقبة مجلس المحاسبة الأحكام الخاصة والجزائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 30 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري كل من يعترض أو يعرقل تنفيذ قرارات السلطة تطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة خلال ممارسة مهامهم عقوبات المدى 144 من قانون العقوبات والتي تنص على الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 10 ألف إلى 500 ألف دينار جزائري